تأكيداً لما نشرته السياسة في عددها الصادر في الثالث عشر من الجاري وافق مجلس الأمة خلال جلسته أمس على إحالة استجواب النائب شعب الموزري لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر لمبارك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإغلبية 41 صوتاً مقابل 20 عضوان فيما لم يدل عضوان بصوتيهما من إجمالي الحضور البالغ 63 عضوان جاء ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء الشيخ جابر لمبارك الذي أوضح أنه يسادف الاحتكام إلى اللجنة لتقرر مدى دستورية الاستجواب وصلاحيته للمناقشة لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع في تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد وفي الوقت ذاته نتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة فيما صوت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مع إحالة استجواب رئيس الحكومة إلى اللجنة التشريعية أكد في تصريح إلى الصحفيين عقب الجلسة أن تصويته جاء منسجماً مع قسمه وقناعاته مشدداً في الوقت ذاته على أن اختلاف تصويته أمس عن تصويته المعارض في إحالة استجواب الشيخ أحمد الفهد إبان توليه حقيبة وزارية إلى التشريعية كانت له مبرراته المتوافقة مع الدستور والوضع السياسي آنذاك وحملني الأمير رسالة بوجود تعصف في استخدام الأدوات الدستورية وأن واجب المجلس التصدي له وبالتأكيد لو يعاد الأمر مئة مرة فأن تصويت واضح وسيبقى منسجماً مع قناعاته من جهته قال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له أطلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة لتقرر مدى دستوريته وصلاحيته للمناقشة تكريساً للممارسات البرلمانية السابقة وذلك لكي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها ونسارع بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ونتجنب ترسيخ أعراف برلمانية غير سليمة افتتح ممثل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نائب وزير شؤون ديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أمس المنطقة العالمي للمعلوماتية 2018 في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بحضور الشيخ عيد السالم رئيس مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية التي تنظم هذا المنطقة ودكتور محمد الهاشل محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وحشد من المسؤولين والمهتمين ونخبة متميزة من المتخصصين والخبراء العالميين والصناع والمبادرين الرقميين وقال الشيخ محمد العبدالله إن المنطقة يستشرف المستقبل ويلبي رؤية سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وتقني متقدم حيث يشكل منصة واسعة تلتقي فيها النخب العالمية المتميزة في عالم الرقمنة المالية مستهدفا تكوين منظومة جديدة ذات فعالية كبيرة في التغيير الاقتصادي سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة خمسة عشر طفلا يمنيا من المغرر بهم الذين جرى القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من جبهة القتال على حدود المملكة لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية وتمت إجراءات تسليم الأطفال بقيادة قوة شرورة بحضور عدد من مندبي قوات التحالف ومشاركة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومندوب هيئة الهلال الأحمر السعودي ورئيس وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح ومندوب الحكومة الشرعية ومندوب هيئة حقوق الإنسان السعودية بحضور ومباركة سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ووزير شؤون ديوان الأميري الشيخ علي الجراح احتفل الشيخ الدكتور صباح محمد المبارك المالك الصباح وأبنائه بعقد قران نجلهم الشيخ محمد على كريمة الشيخ الدكتور حمود يوسف السلمان الصباح وأقام بهذه المناسبة حفل استقبال حضره عدد من الشيوخ الذين قدموا التهاني وتمنوا للعروسين حياة رافلة بالسعادة بلنبارك